الأدوات المنزلية في الغد نهض الأطفال باكراً فتوجهوا مباشرةً بعد غسل أيديهم ووجوههم وتنظيف أسنانهم إلى المطبخ لمتابعة الأم والعمة وهما تحضران فطور الصباح وضعت العمة الفواكه في الطحان الكهربائي لتحضير عصير لذيذ منعش في حين اهتمت أم عمر بإعداد القهوة كانت آمنة تتابع بانتباه ودهجة كيفية اجتغال كل آلة فقالت فيروس نعم ولدينا غسالة كهربائية ومكيف نستعمله صيفاً لتلطيف الجو وشتاء للتدفئة بالإضافة إلى آلات الطبخ ولكن كيف تفعلون حين ينقطع الطيار الكهرباء عن منزلكم؟ كما حدث بالأمس؟ ننتظر عودته لكن لن تحكي لنا أمي حكاية كما فعلت العمة البارحة